طيب انت كان ليك عادات قبل المباراة بتعملها؟ حاجات معينة يعني؟ اه والله كنت انا الحمد لله يعني من صغر يا والدي علمني الصلاة الحمد لله انا كنت بوازب على الصلاة اه وكان يعني بنام بدري عشان ابقى صاحي اه فايق ما بقاش متأخر في النوم كان زمان بقى مفيش زي دلوقتي بقى الموبايلات والتلفزيونات في صهرانة لغاية الصبح التلفزيون كان بيقفل الساعة 10-11 بالكتير اوش ايوه ومقافل دلوقتي قاعدين لغاية الصبح يعني تاني يوم طيب لما نعيبت في فريق الاول انت كنت دخلت كلية الشرطة وانت في الناشئين اه وانا في الـ بعد سنوية عامة بعد سنوية عامة كنت تلعب تحت 20 سنة اه تحت 19 سنة اه الكلية الشرطة مكنش عارف توفق بين الشرطة وبين التدريب وبين الماتشات بتلعب هنا وبتلعب هنا مصر يا كابتو ان دي حكاية تانية خالص بقى يعني ما انا هقول له حرارتك ان عملية صعبة مش سهلة جدا طبعا بس توفيق ربنا برضو وانه يكرمني كان معايا مدموعة من برضو كان الله يرحمه كابتن هاني عبدالعيل الله يرحمه اللي هو هاني عبدالعيل الله يرحمه ما هبص كل ده توفيق من ربنا سبحانه واقدار ربنا بيهياءها للانسان انه قدرك يعني انا كانت الشرطة دي كنا بنلعب في النادي الاهلي وهاني عبدالعيل اللي هو هاني عبدالعيل اه طبعا من شخصيات جميلة جدا جدا الصراحة واب لينا كان وهو اللي احتوانا وكان الدكتور عبدالكريم درويش كان مدير الاكاديمية كان بيحب الرياضة جدا جدا مش الكورة بس كمان وكانوا بيختاروا اللعيبة اللي بتلعب اللي هتدخل خلاص جماعات على مستوى الالعاب كورة وبسكت وطيرة بدرجة ان احنا دخلنا لما دخلت قلت انا معايا إبراهيم يوسف الله يرحمه رحمك الله عليه وعدل عبدالواحد ومن المحلة كان حسام عبدالغاني وبعدين الزفتاوي ومن اندية كتيرة جدا وايمن طاهر مدرب الحراس واحمد سليمان يعني مجموعة وفي زميلنا ناس من من كذا حتة برضو مش عايزة انسى حد عشان محدش يزعل مني لا لا طبعا مجموعة كبيرة جدا محمد سانح اه ومجموعة يعني كلهم لعيبة ما شاء الله يعني عمل تنصيق بين اللعب وبين الدراسة وبين بين الكلية هو جيء عرض علينا ان انا قعد مع الكابتن كان الكابتن عواضين قال له انا عايز ااخد فوزي كلية الشرطة ورشحه يعني يدخل كلية الشرطة ويقدم وبتاع كنت لسه ما قدمتش لا لا مش في دماغي خالص اه يعني كنت اقصى حاجة كان ممكن يتبقى ما حتتعاون تربية راضية كده اه يعني عشان الكورة ايه يعني كل حاجة يعني كل تفكيري عشان تبقى بين الاتنين يعني عشان اقدر اوفق بين الاتنين فحاول بقى يقنعني فاللو هاني عبدالي يعني قعد مع الكابتن عواضين وبعدين جاي قال له لا ده فوزي مش عايز اه فقال له طب سبهولي بس وبتاع قعد معي شوية كده وبعدين ايه قال لي هحكلم والدك فراح مكلم والدي الوالد وافع على طول طبعا هتدخل بقى كلية الشرطة وكان أخويا ضابط داخل كلية الحربية بحري برضو فعايزني هبقى دخل بقى كلية الشرطة لان عارف لو عفضل استمر في الكورة الكورة مش مستقبل ما كانتش ايامنا ايامنا مخلش اه اه يعني هتطلع اي يا ابني انت بعد كده كورة طب هتبطت هتشتغل ايه ولا تعمل ايه فقال لي لأ لازم تروح الكلية الوالد بقى هو الاقناع فقال لي فدخلت بقى الاختبارات طبعا وتقى نجحنا الحمد لله وبعدين انا بقى في الاخر انا حس ان ايه كانت اتعرض علينا بقى ان هتطلع الفرقة الكبيرة يعني مترشحين يعني فبدأت الآن طب انا لو دخلت الكلية كده مش حلعب في الفرقة الكبيرة لا وانت كنت تلعب في الكولية اش كده كنت تلعب في كلية تلعب في كولية وبعدين بتلعب في النادي الاهلي النادي الاهلي وبعدين بدأت بتروح الفريق الاول وبعدين عاوز تزاكر وعاوز تنجع عشان توضق على الكلام ده كله وكنت بيتنصق الكلام ده بص يا كابتن ده هي المشكلة كمان انا عاكملك بس الحتة ان والدي قال لي لا تروح لي تعم وبعد كده حاولت بقى ايه يعني كان Нуقى مش عايزة عشان عايزة. قال لي خلاص تفلي اغبط راسك في الحيط. تمام. ولو طلعت صايع بقى ما تجيش بعد كده تقول لي. ده كان اخر كلام معك. اه. فانا كان خلاصة دخولك كلية. يعني لازم اروح اسلم نفسي بكلية. انت كنت تراسم لنفسك حاجة تانية غير الشرطة. انا الكورة. انا عارف الكورة. اي اتخل اي جامعة. اي جامعة. اه. عشان تقدر توازب من هنا وهنا. عشان اه. اوازب على. وبعدين بقى الولدة اللي ارحمها. فلما عارفت اللي انا مش عايزة اروح فعيطت بقى. فرحت واخد الشنطة. رحت الحلاق حلقت. خلص. مش انت عاوزين للشرطة. رحت رايح. رايح. اخويا بقى اخدني وعارف هو الطريق. وصلني. اخويا الكبير. اه. حسن اخويا الكبير. اه. هو عارف. فراح بقى اسلمني. احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل جوه كلية طبعا. اه طبعا. ما نعرفش. ما عابدش اللي وهاني هناك ولا عابلت اي حد. لا مش افنوش بقى ساعتها دلوقتي. اه. احنا لسه مستجدين. هو طب كان عارف ان انت رايح الشرطة اللي وهاني. ما عارف طبعا بعد كده. اه. لا قابليها ما غيرش يعرف. لا. اه. لان عشان انت قبل دي في الكلية برضو مش سهل. اكيد طبعا. لان هو كان عمل اخد موافقة ان هو هيجيب معظم الرياضيين الكويسين والمميزين في ان ديتو. سواء كورة بسكت بتاع سباحة جاب حاجات الناس كتيرة جدا. كلهم صراحة كانوا نجوم. يعني ومنتخبات وحاجات زي كتا. فالمهم لما روحت الكلية اول ما بتدخل الكلية بيستقبلوك بقى. شويش اللي هو بتاع المسلا السرية بتاعتك اللي انت. بقى طالب قديم. طالب القديم في سنة رابعة. اه. بقى بيستادك بقى. اه. وستة استعد. خلت بقى في حاجة كلها. بس كولاتة يعني انا اخدتها بالروح اللي انا الرياضي. اه. فبتعملها بقى كليقبة دليل. وستة استعد وجاري ومش عارف وارفع رجلك لفوق طب الحاجات دي بسيطة. طبعا. فانا بقى انها نعملها. وانا ابراهيم كان معانا وبتاع. بس طبعا انك انت بقى تواظب على انك تبقى تقوم السبح الساعة خمسة عشان تلحق تدخل الدورة المية للحمامات قبل ما تتملي. وتستعد وتحلق وبتاع. وتنزل الطبور. في طبور اللياقة بدنية. اه. وفي يوم تاني بيبقى اللي هو العسكري. تلبس بقى البيادة والافرول. الهيئة بقى. اه. والمشة العسكرية والجارية والحاجات دي والتدريبات. كانت حاجة جديدة بالنسبة لها. كانت حاجة تانية خالص. اه. وبعدين تخلص. تمام. تطلع مثلا ايه على الدهرية كده. تطلع تغير. وتنزل بقى تاخد محاضرات. وبعدينك هتروح الغداء. وتخلص الغداء. تطلع على الفصول. تقعد تزاكر الغاية بالليل. يعني زي معسكر. اكدناك في معسكر. اه. اللي معسكر دي الصورة بتاعتك هاي. اه. دي ما انا بقى لوة يعني. لوة. اه. مطرت مرة واحدة بقت لوة. اول ما دخلت فيها بقت لوة. ده بعد عمر ايه ده يعني خدمة ستة وتلاتين سنة يا كبت.